مرحبا معكم أحمد من الشبكة السورية في غلاسجو واليوم هو درسنا الأخير من سلسلة دروس الحياة بالمملكة المتحدة نحن مبسوطين أنه وصلنا لنهاية هاي السلسلة معكم ونتمنى أنه تكون في السلسلة مبسطة وسريعة بحيث أنه تقدروا تجيبوا العلامة طبعا النجاح وتجتازوا هاد الامتحان بشكل سليس وسهل للأسف كتير منكم سمع أنه ممكن يتغير الامتحان بالفترة القادمة مشان هيك كنا ناويين نحن نعمل متل ملف باوربوينت ونشرحها عليك كل الحياة بالمملكة المتحدة من الأول للأخير بس بشكل سريع مشان تصير مفهومة أكتر أما حاليا بسبب أنه في تغيير حنفضل أنه نستنى نكمل الخمسة عشر درس الأشخاص اللي حابين أنه يقدموا أو عندهم فترة تقديم خلال السنتين القادمين أنا بنصح أنه تقدموا بأسرع ما يمكن خصوصي أنه الكل عم يقول أنه هدول الأسئلة كانوا كافيين بتمنى أنه تأخذوا هذا الموضوع بشكل سريع طالما هو الامتحان بتقدم مرة واحدة بالحياة فيفضل أنك تخلص منه من هلأ إذا كنت حتقدموا بعدين بالنسبة للأشخاص اللي بعاد ما بعرف بركين الله يسرنا وشفنا الامتحان الجديد وقدرنا أنه نساوي له فيديوهات نتمنى يعني بسيع حسب الوقت وحسب الضغط حاليا هو الدرس رقم 15 وبعد ما نخلص من الدرس رح أحكي كم شغلة أساسيات عم يتكرروا بالامتحان واشرح شوي عن الخط الزمني للحياة بالمملكة المتحدة من الأول للأخير خلينا نبلش أي لغتين من هدول كان يتم استخدامهم بإنجلترا أثناء العصور الوسطى طبعا بالعصور الوسطى منعرف أنه قبايل الأنجلوسكسونية كانت موجودة وإجا الإجتياح النورماندي من سمال الفرنسا فاختلطوا مع بعض وصار في عنا تحدث الملوك بلغة النورمان فرنسية اللي هي الفرنسية النورماندية وعم يتحدثوا العوام بلغة الأنجلوسكسونية اجتمعوا هدول لغتين مع بعض وانتجونا بدايات اللغة الإنجليزية اللي نحن بنحكيها حاليا In 1776 twoatories which British Colonies declared their independence because they demanded that there should be no taxation without representation عم يقوله بسنة 1776 شو هي المستعمرات البريطانية يلي اعلنت استقلالها لانه هن طالبوا انه ما لازم يكون في ضرائب بدون ما يكون في تمثيل وللامانة هذا الشي كان الاستقلال الامريكي كان نورذن امريكا يلي هي امريكا الشمالية بسبب الضرائب اللي فرضتها السلطات هون على المستعمرات البريطانية بامريكا صار فيه شي اسمه حرب الاستقلال الامريكية امت تم حكم انجلترا بريبوبليك بجمهورية وبطل فيها نظام ملكي مونارك طبعا نحن نعرف انه شارلز الاول تم اعدامه بسبب خلافه مع البرلمان وصار في بيناتهم حروب تم اعدامه ووقت البرلمان مع الجيش الانجليزي كان اوليفر كرومويل موجود واعلنوه جمهورية لمدة ادعاشر سنة ابنه لتشارلز التاني كان هربان على هولندا وصارت اتفاقات لي يرجع ويرد يحكم ورجعت ملكيه من جديد بس صارت ريبوبليك بالفترة ما بين موت تشارلز الاول وما بين التصالح مع تشارلز التاني ابنه لا يعرفو شو بدون يكملو اي فلم تم انتاجه بالمملكة المتحدة وكان من اكتر الافلام التجارية الناجحة على الاطلاق وعائداته التجارية كانت كبيرة جدا هاري بوتر ايما تجو المزارعين الاوائل لبريطانيا نحن حكينا انو مزارعين الاوائل اجو حوالي ستة الاف سنة واجو من اوروبا الشرقية من اولا اللي سكنوا ايما تنتهت الحرب العالمية الاولى طبعا انتهت الساعة ايدعش يوم ايدعش 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 الف تسعمية واتمنتاش بسمو ريمبرانس دي هل يمكن ان اخذ قرار من المحكمة امشان تحمي شخص معين بتم ارغامه على الزواج؟ اي نعم يتم فيه انك تاخد قرار محكمة وتمنع الزواج القصري ما هي الميدالية اللي ماري بيترز فازت فيه بسنة الالف تسعمية واثنين وسبعين باولمبياد الالف تسعمية واثنين وسبعين طبعا طالما هنه نسائلين عن هاد الموضوع بالخصوص انا ما توقع تكون انه اي شي غير جولد يعني ذهبية وما توقع واحدة تانية من هادول ما يكونوا صحيحين بس خلينا نشوف شو عملت ماري بيترز انا ذاك ماري بيترز هي ولدت بمانشستر في سنة التسعة وثلاثة ونتقلت على نوردن ايلاند وربحت برياضة البنتاثلون وصارت صارت مديرة على الفريق الولمبياد البريطاني منرجع على سينة نحن حكينا على المحاكم واتمنى ترجعوا للفيديوهات السابقة اللي شرحنا فيها انه بانجلترا وويلز ونوردن ايلاند عندن محكمة اليوث محكمة اليافعين يتم سمعها لثلاثة سبيشل ترين ماجسترار لثلاثة ماجسترار وديستريكت جرجي اللي هو قاضي الضاحية سكوتلندا كان يمكن شرف بس اتمنى ترجعوا للفيديوهات وتشوفوا ماذا كانت تجسس على الرسائل الألمان بالحرب العالمية الثانية؟ طبعا اللي شايف فيلم الإميتيشن جيم بيعرف انه ألان تورين هو اللي اخترع آلة تورين ماشين اللي ساهمت بالتجسس على تجسس على الرسائل تبع الألمان بالحرب العالمية الثانية وفك شفراتهم والتغلب عليهم مين من التالي بيخبرنا كيف الناس عاشوا بإنجلترا بعد الاشتياح النورماندي؟ طبعا احنا حكينا انه بعد الاشتياح النورماندي وكان الوليام الكونكويرر فرض انه يروحوا ويفتلوا بكل اسقاع إنجلترا ويجيبوا كل الاشخاص ويسجلولهم بالسجل والديوان شو عندهم بقى روجاجة وإلى آخره يسمو هذا الكتاب اسمو دومس داي بوك كتاب يوم القيامة فبيخبرنا كيف كانت المعيشة أنزاك طبعا بريطانيا كانت من أشخاص المشاركين بالمشروع اللي أدى إلى شطر الذرة للمرة الأولى وكان نلقائد طبعا ايرنست راذر فورد راذر فورد حفظوا راذر فورد ذرة كيف كانت المعيشة من أشخاص المشاركين بالمشروع اللي أشخاص اللي عايشين بريطانيا وبدول أخرى بغنوها لما بيصير في عنا راس السنة وهي أولد لانج ساين بتمنى أنه تسمعوا هي الغنة جميلة بظن أنه يعني ما رأى عليكم بس بيجوز ما بتعرفوا أنه هي تم استخدامة بي أو سماعة بفترة راس السنة who fought in the English Civil War of 1642 طبعا الانجلس سفل وور عنا كذا واحدة الأولى كانت تسمى حرب الروزز مثلوا باالتفصيل المرة الماضية الثانية هي كانت ما بين شارلز الأول وما بين البرلمان وكمان حكينا عنا حاليا الأشخاص اللي دعموا البرلمان واللي دعموا شارلز الأول سموهم الفرسان والراوندهيد وحكينا عنهم بالمرات السابقة Which two of these forts were parts of the Hadrian's Wall Hadrian's Wall خلينا نشوف شو هو هلا لما الرومان اجوا وحكموا بريطانيا او ما حكموا بريطانيا قدروا بانه بس يحتلوا انجلترا و ويلز وضلوا لفترة 43 اصدقى يجوا فترة 43 وضلوا حواري 400 سنة ما قدر انه يوصل لشمال انجلترا ويقدر يمنع الاشخاص اللي اسموه البيكتسي اللي هنين اسلاف السكوتلنديين وانه يحتلهم فبنى قلع قلاع وجدار فاصل ما بين انجلترا وسكوتلندا بحيث انه ما ياربو عليهم اسمو Hadrian's Wall جدار Hadrian's واجزاء منه موجودة بالهاوستيدز وبالفيندولندا وهلا مصنف على منظمة التراث العالمية انه هو واحد من المراكز التراثية او الحضارية What was the religion of Puritans Puritans يلي هنين خلينا نشوف من هنين الPuritans هنين كانوا بروتستانت وهنين كانوا هلا الاشخاص البيوريتانز اللي هي مجموعة من البروتستانت حكينا عنو نوعا ما كانوا متعصبين شوي واكتر تشدد بالعقد البروتستانتية فهنين كانوا بروتستانت Puritans What is the name of Irish people who favored complete independence from the UK in the 19th century شو اسم الاشخاص الايرلنديين اللي فضلوا انه يستقلوا بشكل كامل عن المملكة المتحدة بالقرن التاسع عشر طبعا هدول الاشخاص تم اسمون الفينينز الفينينز حفظوه فينينز بالقرن التاسع عشر الحزب تبع الفينينز كان كتير مناصر لتحرر من المملكة المتحدة بشكل كامل Which two British pop music groups were famous during the swinging 60s؟ طبعا احيانا بيسألوكن شو بيسموا فترة الستينات بيسموا Swinging 60s او السستينيات المتأرجحة سؤال هون اي British pop music groups اي فرق الاغاني البريطانية تبع البوبر كانوا مشهورين بالستينات طبعا اكيد البيتلز والرولينج ستونز ما هو العمر الاقل حتى انك تسوق متور طبعا انت ما فيك تقدم فحص النظري الا ليصير عمرك 17 فهي الحال الوحيدة اللي الرقم 18 او 21 هي 17 سواء السيارات والمتورات The number of the members of the house of the lords known as peers are elected by the people نحن نعرف انه البرلمان هو عبارة عن مجلس اللوردات ومجلس الMPs عضاء البرلمان فهدين يتم انتخابه من قبل الاشخاص بينما اللوردات يتم تعيينه عن طريق الملكة ورئيس الوزراء فهو لا يتم انتخاب مجلس اللوردات على الاطلاق فهو false اللي بعد منه ويندد the emancipation act abolish slavery throughout the British Empire ايمات تم اعتناق او قانون الامانسيباشن قانون التحرير يلي الغى العبودية على كامل المملكة او الامبراطورية البريطانية تم الغاءة بشكل كامل قبل 1833 من المسؤول عن الجريمة السياسات والهجرة؟ طبعا الوزارة الداخلية ماذا كان نوع الفيلم يلي اسمه Wallace & Gromit اسمه الشخصيات طبع الفيلم created by Nick Park Nick Park كان المخرج هو كان film animation طبعا كتير منهم بلاحظوا هاي الشخصيات وطبعا اخد جوائز اوسكار فلهذا هاد الفيلم كتير معروف فهو كان film animation يلي اسمه الشخصيات انه فكرة انه من الاشخاص يلي بيكونوا عنيفين تجاه الشريك تبعهم سواء كان رجل او امرأة متزوجين او عايشين مع بعض ممكن يتموا لحقته قانونيا اي نعم العنف يتموا لحقته قانونيا وهيك منكون خلصنا اخر فحص وبتمنى انه يكون الموضوع كتير فاتكون هاحكي شوي هلأ عن شغلات ممكن تمرؤ معنا لاحظوا هاي الدول الاربع تبع المملكة المتحدة ويلز نوردن ايلاند انجلند وسكوتلند وهي الاعلام تبع هون هذا عالم ويلز وعالم نوردن ايلاند وانجلند وسكوتلند وبتلاحظوا انه هاتلت اعلام بشكل الـ Union Flag او عالم المملكة المتحدة مدموجين مع بعض العواصم عاصمة ويلز كارديف عاصمة نوردن ايلاند بيلفست انجلند طبعا لندن وسكوتلند عاصمة ايدنبرا مو غلاسجو بالنسبة للزهرة الرسمية ممكن يسألكم عن الزهرة الرسمية دافوديل دافوديل زنبقة الشامروك بالنسبة لنوردن آيلند انجلند الروز الوردة وسكوتلند هي الثستل القديس هو سان ديفيد لويلز سان باتريك لنوردن آيلند سان جورج لإنجلند وسان أندرو لسكوتلند بيسألكم عن قديس بيسألكم عن إيامهم فالقاعدة هي ونيس ونيس بالترتيب واحد ثلاثة تقريبا مصد ثلاثة تقريبا ثلاثة اربعة وآخر شهر إدعش آخر شهر إدعش بالنسبة للكنائس ما في كنيسة رسمية لويلز ونوردن آيلند بس فيه كنيسة الإنجليزية تشيرشوف انجلند يلي بيسموه الكنيسة الإنجليكية وفي تشيرشوف سكوتلند اسمه البرسبتيريان تشيرش الكنيسة البرسبتيريان بالنسبة للأكل في الويلزيين معروفين بشي اسمه الويلش كيك أو الفطيرة الويلزية بيسها قوة من طحين ومن الأكلات ومن بهارات كمان بالنسبة للنوردن آيلند بشي اسمه الالستر الفراي واللي هي وجبة مشاوي أو مآلي ألستر يلي بيكون فيها البيكن والبيض والسوسج السجاءات والبلاك بودين تميتوس طماطم ومشروم فطر بالنسبة للإنجلترا الروست بيف والبوتايتوس يعني بطاطا وخضروات ويوركشاير بودينجز كمان لبن وبنفس الوقت بيحبوا الفيشن شيبس وبالنسبة لسكوتلند الأكلة الرسمية هي الحاقيز الحاقيز يلي هي معدد خاروف محشية بمختلف الأشياء الشهية هاي بالنسبة لأول شي تاني شي خلينا نحكي عن خط الزمني تبع الحياة بالمملكة المتحدة أول الشي بيبلش بإيرلي بريتن اللي هي بريطانيا القديمة بيحكي عنها من 10,000 سنة صيادين وبعدين 6,000 سنة المزارعين وبعدين بيجي الرومان بيحاولوا أنه يحتلوها الرومان هم بهي الحالة ما بيقدروا أنه يعني ما بيقدروا بيحاولوا كذا مرة بعدين بيقدروا وبيحكموها حوالي 400 سنة لحتى تقريبا القرن الرابع بعدين بعد مننا فيعنا الأنجلو ساكسونز أو القبائل الأنجلو ساكسونية اللي عاشت بإنجلترا بهديك الفترة اللي بعدين بتجي الغزو الفايكينج من النوروش والدنمارك بيغزوا شرق إنجلترا وسكوتلندا وبصيروا يعني بيصيروا بيتأقلموا مع الناس وبيعيشوا معهون وبعدين بيتمطردون لاحقا وفيه كتير منهم بيضلوا موجودين بعدين الغزو النورماندي نورمانديين هنأ أشخاص اللي يجوا من شمال فرنسا واحتلوا إنجلترا بهديك الفترة ودمجة اللغة النورماندية مع اللغة الأنجلو ساكسونية الموجودة اللي توجينا اللغة الإنجليزية تولدها من جديد بعدين صار فيه عنا شي اسمه العصور الوسطى يلي كان مشهور إنه انتشر الطعوم في أتل ما يقارب تلت السكان وبعدين بهديك الفترة بلشت تتشكل بدايات الأشكال البرلمانية بالحياة ببريطانيا وبلشت تتطور اللغة الإنجليزية وبعدين صار فيه عنا حدث كتير هام يلي هو الحرب البريطانية السيفل وور حرب الأهلية البريطانية تبع الورود تبع الورود يلي كان فيه هاوسين متخانئين مع بعض وحكيناهم بالفيديوهات السابقة يلي بينتج عن هاي الحرب يلي هو طبعا ما بين ما بين هاوسوف لانكاستر والهاوس التاني نسيت شو كان هاوسوف يورك هاوسوف يورك وهاوسوف لانكاستر بتنتهي بتغلب التيودر يلي هنالأشخاص يلي كانوا من هاوسوف كانوا هاوسوف لانكاستر وظهور ما يسمى عنا الحكم تبعات التيودر وسلالة تيودر كان منه الملك هنري الثامن يلي وقت توفى أو تزوج ست مرات وكان موجود فيه تشرح كامل عن زوجاته وكان عنده حاول انه يجيب عدة أولاد يلي قدر يستلم الحكم بعض منه كان الملكة إليزابيت الأولى الملكة إليزابيت الأولى حكمت كانت بروتستانت وكانت كتير جيدة جدا بالتعامل مع الجميع لما توفت ما كان فيه إلى أي خليفة إلا ابن عمه هادي القريب الوحيد إلا جيمس يلي كان بسكوتلندا ما كان اسمه جيمس الأول كان اسمه جيمس السابع فلما حكم انتقل العرش انتقل هو بسكوتلندا لإنجلترا صار حاكم إنجلترا وويلز وإيرلندا ولما توفى استلم ابنه تشارز الأول يلي صار في عنده خلافات بينه وبين البرلمان يلي حاول انه يتفاهم معه على شكل معين للسلطة وصلاحيات للملك للأسف تشارز الأول ما اتفق معه حاول انه يجيب جيش من سكوتلندا ليتحارب معه والبرلمان سيطر على الجرس الإنجليزي وصار في بيناتهم حرب أهليا انتهت بأنه تشارز الأول تم القبضة عليه حبسوه لمدة 3 سنين وصار في محاولة لإقناعه انه هو يتساعد معه للأسف ما اتفق معه تم إعدامه بهي الفترة صار في شي انتهت الملكية لأنه أعدموا الملك ابنه تشارز الثاني هرب على هولندا بعد ما تخبى بجزع شجرة أوك وبهي الفترة الـ 11 سنة صار في عنا شي اسمه جمهورية بإنجلترا كانت قيادة أوليفر كرومويل اللي كان أحد قوات الجيش بعد من البرلمان قدر أنه يتواصل مع تشارز الثاني اللي كان منفي لهولندا وطلبوا منه أنه يرجع ليسترجعوا الحكم الملكي تبع الدولة واتفق معه ورجع تشارز الثاني تشارز الثاني بعد ما توفى سلم الحكم لابنه جيمس الثاني جيمس الثاني كان عنده عدة أولاد أو كان عنده بنت اسمه الملكة ماري وكان عنده ولد جديد خاف البرلمان أنه الولد الجديد يكون كاثوليك ما له بروتستانت فطلبوا من الملكة ماري وجوزة الملك ويليام تبع هولندا أنه يجو ويحتلوا إنجلترا بهذه الفترة وياخدوا الحكم من الملك جيمس الثاني وبالفعل صار هاد الشي وسموه الثورة المجيدة نعم عندهن ثورة مجيدة وثورة المجيدة صارت بدون أي مشاكل بدون أي دم وهرب الملك جيمس بعدين صار في شي اسمه وثيقة الحقوق يلي بتلزم الملك والملكة إنه ما يكون فيه إلن اعتداء على حقوق الأشخاص من اللوردات والأشخاص إلن قيم مادية كتيرة بعدين صار في شي اسمه اللي هي إنه ملكية ولكن دستورية وبعدين صار في شي اسمه اللي هو هو إعلان توحد الدول تبع المملكة المتحدة وإجت بعد الملكة ماري والملكة وليام بنتهم الملكة الكوين آن وبعدين إجا الكوين آن بعد ما توفت كان أول أقرب قريب من قريبا هو الملك جورج الأول يلي كان ألماني فلغته ما كانت كتير واضحة وما كان كتير يعرف بالإنجليزي وآن ذاك برز الوزراء ككتير كنوع من الأشخاص اللي بيفيدوا الملك بأنه يشرحوله ويعينه وبهديك الفترة برز أنه أفضل أو أقرب الوزراء إلى الملك بيكون يتم تعينه لبرايم منستر أو بيكون الوزير الرئيسي بالملك بعد جورج الأول في عنا جورج الثاني وجورج الثاني بما أنه كان من سلالة ويليام وماري اللي أخدوا العرش بالثورة فما لهم من سلالة يعني ما لهم من السلالة الشرعية لجيمس صار في رفض من قبائل شمال سكوتلندا من قبائل هايلاند وراحوا بقيادة بوني برينس تشارلي أو الأمير تشارلي الجميل كلمة بوني يعني جميل بالسكوتلندي قادر العشائر والكلانز لحتى يعملوا ثورة تم القضاء عليها طبعا ما نجحت هي الثورة وبعد هاد العاهد صار في عنا فترة اللاينتمنت يلي هو عصر التنوير وآن ذاك كمان صارت الاندسترير ريفولوشن يلي هي ثورة صناعية وبعد الثورة الصناعية صار في عنا شي تجارة عبيد وازدهرت تجارة العبيد بشكل كتير كبير مبنت على أثر كتير من المدن موجودة ببريطانيا مبنت وازدهرت أثر تجارة العبيد مع هون ومع أميركا بعدين صار في شي اسمه الامانسيبايشن اكت يلي هو قانون التحرير اللي ألغى العبودية بكامل الامبراطورية البريطانية بسنة الالف وثمانمية وثلاثة وثلاثين وبعد مننا كمان بهديك الفترة ايضا صار في عنا شي اسمه الانديبندنس أوف اميريكان كولونيز يلي هو الاستقلال تبع المستعمرات الاميركية لأنه رفضوا انه هنن يدفعوا الضرائب وكمان صار في عنا حروب مع فرنسا بفترة نابليون بونابارت ونابليون بونابارت تم هزيمته على يد الدوق في ويلينتون كانت اخر معركة بعد مننا صار في خلاف ما بين بريطانيا وروسيا ودخلت بريطانيا مع المملكة العثمانية اينذاك مع الحكم السلطة العثمانية اللي تحاربوا مع روسيا بما يسمى حرب القرم وبعدين اجا في عنا شي اجت الملكة فيكتوريا وكان العصر الفيكتوري بالامبراطورية البريطانية انتهى بعد منه بلشت يعني بلشت بدايات القرن العشرين كان في عنا بدايات الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية وصعود وينسونت شيرتشل وقيادته لبريطانيا بمرحلة الحرب العالمية التانية بعد ما انتهت الحرب العالمية التانية تم انتخاب برلمان يقوده حزب العمال وليس حزب المحافظين وصار في كتير تطور على المجالات كافة والأصعدة كافة لحتى صارت بريطانيا مثل ما هي اليوم هذا ملخص سريع وبتمنى أن يكون فدتكم وبهيك نكون نحن ختمنا هي السلسلة بالتوفيق للجميع وشكرا لمتابعتكم